مساء الخير والجمال عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من الوجه الآخر وزي ما بنعمل دايما في الفقرة دي أننا بنتكلم عن الأحداث الجديدة والغريبة وبنحاول نفسرها أو نعرض الوجه الآخر لها الفترة اللي فاتت بقى سمعنا عن أحداث وأخطاء كتيرة جدا حصلت في أولمبيات فرنسا زي مثلا تعليق عالم الألعاب بشكل معكوس وحفلة الافتتاح اللي أصارت غضب كتير من الناس بسبب تكوين الدراما الحركية فيها المشابه بشكل كبير لتكوين لوحة العشاء الأخير واللوحة دي يعني مختصة بالسيد المسيح فده أكيد كان شيء غير لائق يعني كل الحاجات دي هنحل رموزها بس تسمحولي في الأول أعرض عليكم الوجه الآخر لكل الأحداث دي الأحداث اللي أكن هدفها الرئيسي إن كل حاجة تحصل بشكل غير مألوف للطبيعة وأكن فيه يعني حظ سيء مسيطر على فعاليات الألعاب الأولمبية طب لو الكلام ده صح هل فعلا ده كان مجرد سوق حظ ولا فيه كيان غامض هو اللي مخطط لده هتقول لي إيه بقى يا أميرة الكلام الكبير ده بس بصراحة أنا بقيت بحس إن العالم بقى بيحصل فيه حاجات غريبة تخلينا ما نستبقتش أي حاجة وكمان لو تفتكروا من قريب اتعرض فيلم بيحكي عن ظهور سمكة قرش في نهر السين في باريس في الأولمبيات وفي نهاية الفيلم ده السلالة دي من سمك القرش انتشرت وما قدروش يقضوا عليها بل بالعكس هي انتشرت في كل أنحاء العالم الغريب في الموضوع ده بقى إن السمكة دي كان اسمها ليلث وده نفسه اسم ملكة الشياطين اللي بتمثل الشر المطلق يعني الفيلم أكنه كان بيوصل رسالة مخفية كده إن الشر الشيطاني هينتشر في فرنسا والعالم كله من خلال أولمبيات فرنسا تفتكروا بقى دي صدفة يعني طب ولو دي صدفة الرموز اللي ظهرت في الحفلة اللي افتتاحية دي كمان برضو صدفة استعراض الافتتاح اللي كان مكون من مجموعة من الشواز ومضطربين الهوية الجنسية وفي وسطهم شخصيتين الشخصية الأولى وهي ست لابسة تاج في سبع سنون وده طبعا بيرمز لتمثال الحرية وإن كل بني أدم حر ويعمل اللي هو عايزه أما الواجه الآخر بقى هو أن نفس التاج اللي لابسة ستة في الاستعراض موجود في تمثال الحرية وموجود برضو في تمثال لوسيفر وهو اسم من أسماء الشيطان واللي معنى اسمه حامل الشعلة أيوا الشعلة نفسها اللي موجودة في تمثال الحرية واللي تعتبر رمز أساسي من رموز الأولمبيات أما عن الشخصية التانية اللي كانت بتتوسط استعراض الأولمبيات فهو رجل عاري تماما ملون جسمه باللون الأزرق وعليه عقد ورد باللون الأحمر والأخضر ودقنه وشعره ملونه باللون الأصفر الرمز الظاهر للناس أن الألوان دي هي ألوان دوائر الأولمبيات بس الوجه الآخر للرموز دي أن هي عالم من أعلام الشذوذ الجنسي وتوسطه للتكوين ده رمز لقدسيته في وسط الشواز المحيطين بي وده برضو حطوه بتشبيه لوحة العشاء الأخير الفكرة بقى كمان أن الموجودين ما كانوش بس شواز ده كان فيهم واحد بيرقص مع طفلة صغيرة ومع طول الاستعراض على أنها حاببتهم وده طبعا اتراب البيدوفيليا أو الشهوة اتجاه الأطفال الصورة دي بكل المقاييس كان فيها إهانة لكل الأديان السماوية وتحريض على الشذوذ الجنسي والبيدوفيليا تحت شعلة الحرية واعتياد الصورة دي يعني ممكن يوصلنا لإيه يعني لما يعملوا حدث كبير زي ده ويوروا للعالم وهو فيه كمية سوري يعني العبس ده ده كل اللي حصل بكل تحليلاته فتفتكروا بقى كل دي صدف ولا دي حاجة مترتبة ومقصود وفيها دلالات كده لسه ما اكتشفناش أصلا عموما أهم حاجة في الموضوع ده لسه ما قلنهاش فتعالوا نطلع فاصل ونرجع نعرض أهم حاجة بقى اللي تخصنا في الموضوع ده تعالوا نطلع فاصل ونرجع على طول ورجع نعلكم مرة تانية بعد الفاصل وهنتكلم فأهم حاجة استوقفتني في الموضوع ده كله اللي بتمس أهم حاجة في حياتنا ولادنا يا جماعة هيعملوا ايه في الفكر اللي العالم بيحاول ينشره يعني في الوقت اللي احنا عملين نربي ومختلفين فيه قوي على التربية الإيجابية ولا التقليدية بقينا مش واخدين بالنا ان فيه عالم خارجي هيربي معانا ويمكن هيأثر عليهم أكتر مننا كمان يعني احنا ما بقيناش بس بنحاول نطلع إنسان سوي وقادر يواجه الأزمات احنا بقينا بنواجه عالم كامل بيسهل على أولادنا الغلط اللي حتى مش هيبقى قادر يرفضه لإنه ساعتها بالنسبة لهم هيبقى جاهل أو أول سكول ومش متحضر وضد الحرية وخصوصا بقى في سن المراهقة اللي بيبدأوا يعندونا ويعرضونا على أي فكرة أو توجيه مننا كل الحاجات دي هنتناقش فيها مع ضفتي اللي منوراني النهاردة أستاذة شايماء علي أخصائي تربية ومدرب أسري ومؤلفة كتاب أخطاء التربية أهلا بيك يا حاببتي منوراني بجد نورتيني النهاردة بسي أنا سعيدة جدا أنا معاكي والله مني خليك يا حاببتي أنا هسألك أول سؤال كأم تمام إحنا بيبقى ساعات عندنا حيرة كده نقول لولادنا كل حاجة بتحصل حواليهم يعني نتكلم عن العالم ولا إحنا كده نبقى بنفتح عينيهم ولا نخلينا سكتين وهم بقى تجلهم المعلومة من بره وممكن ما يسألوناش نعمل إيه بصي هو أنا مع فكرة أننا محتاجين كل فترة نثقف أولادنا ونتكلم معاهم ونبلغهم بالحاجات أو المستجدات اللي بتحصل حوالينا ما ينفعش أن أنا أستنى أني جيلهم بقى من مصدر خارجي معرفش مين هيقول لهم إيه أو هيبسلهم أفكار إزاي أو لحد أنه مدى فأنا محتاجة دايما أنا كل مرحلة عمرية أبتدي أتكلم مع ولادي الحاجات اللي هي منتشرة في الوقت الحالي يعني طب تفتكلي من سن كام؟ خصان دلوقتي بحس أن الجيل بقى بيتطور بشكل مرعب أيوه ذا حقيقي فمن إمتى أقدر أتكلم في الحاجات اللي هي ممكن ما تبقاش مناسبة من سن كام بقى بصي هو كل مرحلة بتكلم فيها في الحاجة المناسبة معيها يعني أنا لما باجي أشوف طفل عنده 6 سنين لحد 10 سنين فكل مرحلة محتاج هو يسمع إيه في الوقت الحالي الفرق ما بين الصداقة تكوين الولد والبنت العلاقات الحدود في التعامل أجي بعد كده مثلا المرحلة من أول لما ابني يكمل 10 سنين داخلين في مرحلة مراقة أبتدي أتكلم معاه في مرحلة البلوغ وأبتدي أتكلم مع واحدة واحدة بقى الدين بأمورنا بإيه وإيه الحاجات اللي هي الأساسيات في الحياة وإزاي تتعامل بيها فكل مرحلة لها حاجة لها الحاجات اللي ممكن تتكلم وبتدي إن أنا أكبر الكلام بتاعي على حسب الفئة العمرية اللي بتكلم فيها مش ما ينفعش أقول لطفل صغير مصطلحات ما تصحش أولا ينفع الوحد كبير أصغر له الأمور فأنا نحتاج إن أنا في كل مرحلة بالضبط أتكلم فيها طب بمناسبة بقى سنة المراقة والحرية المطلقة والعند والندية نتعامل إزاي مع ده بس برضو أنا ببقى ضد قنسبت إن أنا أكثر عند الطفل فنتعامل معهم إزاي محتاجة إن أنا أكون فاهمة بالضبط إن أنا إيه دوري مع ابني يعني ما ينفعش إن أنا أتعامل معاه أكنه لسه طفل حقوله يمين وش ملو هتعمل إيه فهو مش حيسمع كلامي أصلا فحيبتدي يلجأ للناس الخارجيين أنا محتاجة إن أنا أصاحب طفلي بس مش مصاحبة لها بالمعنى الحرفي اللي الناس فاهمي محتاجة إن أنا أقرب منه أتكلم معاه أوجهه بشكل يكون قلطف شوية أدي له اختيارات دايما أحسس إن هو صاحب قراره لما هتعامل مع ابني إن هو شخص واعي وفاهم بالضبط حيبتدي إن هو يبقى عنده ثقة في نفسه وفي قراراته وحيبتدي يقل شوية حدة العين دي عنده أنا كمان بقيت بحس إن السن المراهقة دلوقتي بقى زي زمان سوري بقى غير زمان يعني إحنا زمان كنا بنبتدي المراهقة على خمستاشر ستاشر سبعتاشر دلوقتي من حداشر أيوة بقيت حسي اللي هو اتغير ومنتفع سنين كمان ده حقيقي فعلا بعدين في حاجة كمان أنا حاسة إن بقى فيه خلط في التربية الإجابية يعني الناس بقت مفسرة التربية الإجابية بشكل غلط ممكن تشوفي مثلا طفل بيزعق في مانتو بشكل فج جدا لحقيقي حبيبي ايوة منفعش تابل كده عايزة كي بقى تفسر لنا إيه هي التربية الإجابية بوسي هو خير الأمور الوصص يعني أنا مش محتاجة أكون من نواية الأهل اللي هم الأشداء اللي مش وراءه بقى وكده وكده قلت وزعق ولا في نفس الوقت إن أنا أتساهل في كل الأمور على الأساس إن أنا كده سيباله عشان يبقى عنده شخصية وإن أنا باحترمه لا أنا لازم أكون متوسطنة في الطريقة التعامل مع طفلي أوجهه وأتكلم معاه وابقى فيه ثواب وعقاب ويبقى فيه عواقب لصرفاته هي دي التربية إيجابية ليه سموها كده عشان إحنا بنفكر في الموضوع أكتر ما نبتدي إن إحنا نتخذ اللي هو الضرب هو اللي هيعلم أو العقاب هو الأساس في التربية لا أنا محتاجة إن أنا أدخل شوية علم نفس أخاطب عقله بقى بالزبط أخاطب عقله واشوف فعلا يعني فكرة علم النفس هيأثر عليه إزاي على المدى البعيد طب هدخل معاكي في حاجة تانية فضل ودي بشوفها بقى حوالي أصلا حتى مع أصحابي المقارنات بين الأطفال أيوة طبعا الأطفال حتى الإخوات مش هقولك بس الصحاب يعني في الجانب بتاع الصحاب ده جاب ده عمل وإحنا بقينا كمان في دنيا صعبة ومستويات مختلفة ده حقيقي فنعمل إيه عشان نخلي الطفل عنده قناعة بنفسه بين بقى يعني سواء أصحابه أو أخواته وغيرت الإخوات دي أسوأ حاجة طبعا ممكن ناملي هو أول حاجة على الإطلاق إن أنا كوالية الأمر محتاجة إن أنا يكون عندي قناعة بطفلي بإمكانياته وقدراته وبأفاهمة إنه هو كده في حد ذاته كويس وأبتدي أشجع الحاجات دي عنك هو كفاية آه والحاجة التانية إنه طبعا دايما بتكلم معاه إنه إنت كده كويس أو إنت كده مظبوط محتاجين نزود كذا أو نقلل كذا بحيث إنه هو يبقى فاهم إنه لما يعوز يقارن حد يقارن نفسه باللي كان فيه مثلا من سنة من فترة فاتت سواء بقى درجات في الدراسة سواء في الرياضة إنت اتطورت قد ي بزبط بزبط يعني أنت تقارن نفسك بنفسك مش تقارن نفسك بالمحيطين اللي حواليك تحالي مهمة جدا بزبط الحاجة التانية أنا لو طفلي مثلا بيبصر الحاجات اللي حاولي ده صاحبي عنده كذا أو ساكن في كذا أنا محتاجة إن أنا أكلم مع ابني في البداية أعلم عن إيه قناعة أبتدي إن أنا أكلم معاه وربيه على مفهوم إنه هو مثلا إحنا لدينا طلبات محددة إنت عايز تجيب حاجات زيادة بنشتغل لها أكتر أو بنعمل صرفات أحسن فبناخد امتيازات فالامتيازات دي بنحصل عليها إمتى لما بتحتاجها بالضبط لما مثلا بتحوش من المصروف فتقدر ساعدها تجيب حاجة كذا تعلم المسئولية كمان بالضبط هي محتاج الموضوع يكون بشكل كده تراكمي مع ابني ببتدي إن أنا أواجهه بشكل منفصل وما حاولش طبعا إنه هو طول الوقت يعني ابني بيقلدني لما يلاقيني مثلا طبعا بتعملي كده أيها حيأخذ منك الطباعة حيبقى فاهم إنه عادي إن أنا أتكلم على كذا وأتكلم على ده وبص ده حلو إزاي وبص الأم دي لفسك كذا مهمة بشكل عشان فعلا إحنا بنشوف أمهات هم متنمرين أصلا بحقيقة بنتقد اللي حواليهم بيجدبوا قدام عيالهم ويرجعوا يعقبوهم إيه دا إنت ليه بتجدب إنت عايب تعمل كذا بحقيقة هو الأخذ كلها طريقة تعاملنا مع ولادنا وهو إحنا بيشوفونا بنعمل إيه بالضبط وبيقلدونا بيقلدو بزبط لقاكي بقى أنت أصلا مش شخصية قنوع وتتكلمي إزاي بتعملي إزاي مع اللي حواليكي مش بصة في حكة الناس فحيلاقي إن هو هيخطنع إن أنت شخص سوي هيخدها تلقائي بزبط وحب أنا كمان نفس الطبعة دي فيها طيب نرجع لسن المراهقة معلش عشان أنا دا أكتر سن بحس إن هو عليه ألا إنتي كنتي بتقولي من شوية نصحبهم إزاي يعني أنا بشوف برضو أمهات بيعملوا كل حاجة عشان يصحبوا عيالهم بزداد في سن المراهقة بيبقوا صحابهم أهم من أي حد يعني أنا ما ينفعش إن أنا أقول حصاحب بنتي أو حصاحب ابني فأفقد هبتي ودوري يعني أنا محتاجة أكون عارفة أنا إيه أصلا أو دوري إيه في الحياة مع ابني في المرحلة السنية دي لازم نبقى عارفين إن أنا دوري التوجيه مش الصحوبية الصاحب حاجة والموجه شخص آخر يعني أنا دلوقتي لو ابني عمل حاجة غلط وعملت نفس إن أنا أم لطيفة وكيوت وقال بقى أو تعالي حياتي وإحكيلي تبتلك تحكيليك حاجات إنتي ما ينفعش أصلا تتقبليها ساعتها مش تبقي صاحبة ساعتها حتلاقي نفسك تحولتي يا إما حتوقتي مسيكي في نفسك لا أنا مش حينفع عام ربك دي معادلة صعبة قوي يعني أنا لو هفاضل بين إن هي تقول لي حاجة أنا صعبة تقبلها ولا ما تقولها ليش هيبقى جواسر ما هو الفكرة بقى كلها أنا إزاي أبقى عارفة حدودي أنا دلوقتي عايزة أبقى صاحبة ابني أو بنتي وفي نفس الوقت إزاي الصحوبية دي الطفلة أو البنت بتبقى محتاجة تشوف حد بيسمحها متفاهمها متقبلها زي ما هي بتغيراتها بأفكارها وفي نفس الوقت بتبقى محتاجة حد يعني إيه يوجهها أنا دوري التوجيه أكتر يعني أسمع منك قعد أسمع 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 وبعد كده في الآخر ممكن أقولك بس أنا حاسة إن المفروض كنا نعمل كذا ولا أنت إي رأيك وانت شايفة إن كان المفروض يبقى رد فعلك بالطريقة الفلانية مش لازم إن أنا بوجيها بشكل مباشر بس بديها أراء وبديها اللي هو مش أمر عشان أول لما بنخش في الحتة بتاعة الأمر دي بسد ودنهم خلاص ما بيقوش سامعيننا ومش حابين أصلا يتكلموا معنا ولو رد فعلك مبالغ فيه بقى اللي هو استني بقى ده أنا حقول لباباكي أنت إزاي تعملي كذا سبوري بقى أولا شوفي بقى اللي هيجرات أنا غلطانة إن نسبتلك المساحة عشان تحكيلي وتلاقي بقى أنه بدخلنا في حتة مش لطيفة ده بقى مألب كبير قوي بزرق فبالآخر بتفقدي ساقتك قدام بنتك وفي الآخر ما بتكملش الحكاية وما بتتكلمش فما ينفعش إن أنا أحط نفسي في دور الصديقة ولا أحط نفسي في دور اللي هو الشخص المعاقب اللي أنا لأ حاسمع اللي أنت قلتيه فحاقبك فحافتن فحقول للناس فلا يعني لازم أبقى قد الثقة دي وأسمع دايما لأولادي أي بقى فيه حوار وفيه نقاش وفي نفس الوقت أبقى بوجههم زي بالضبط فكرة المدرس مثلا اللي كنت بتحبيه وأنت صغير يعني دايما بتفكري إن كان فيه مدرس كده لطيف بيسمعنا ينفع نهزر معاه باحترام بيديني مساحتي بيتفهمني بالضبط كده فمفوض إن أنت تبقي عاملة كده مش الصحبة اللي هي الصديقة اللي قاعدة جنبها في الديسك لأ مش كده خالص طب بمناسبة النقطة دي أنا عندي من أكتر الحاجات يعني برضو اللي بتشغلني واللي بحس إن هي من أهم الحاجات اللي بسببها من صاحب أولادنا لو طفل اتعرض لتحرش مثلا عايز أعرف دلوقتي لو أنا معرفش يعني فيه طفل اتعرض لتحرش أكيد بيبان عليه علامات معينة يعني بيبقى فيه سلوك مختلف أو حاجات معينة ده أساس فيه ناس ما بتشوفهاش ده هم مش عزين يشوفه اه يعني فيه ناس ما بتشوفهاش بتقول عادي تغير قليل الأدب عصبي فيعاقبوه أكتر أنا عايز أعرف إيه هي الإشارات اللي لو شفتها ما بقى حسر إن ابني اتعرض لأزمة سواء بقى تحرش أو أي حاجة تانية يعني فيه حاجة مختلفة حصلت فيه صدمة بصي هو أي تغيرات سلوكية على أي بني آدم سواء كبير أو صغير لازم أحس إن ده كده ألارم جسمي بيقول لي إن اللي قدامي ده فيه حاجة غلط مثلا لقيت طفلي بقى منطوي أكتر بقى مثلا بيخش يقعد في قوته كتير بيخش الحمام يقعد في كتير بقى بتحس إنه هو عايز يعيط طول الوقت أنت مش فهمة ليه بقى التمبر بتاعه مش مظبوط بتعصد كتير جدا وجباته نفسها قلت ما بقاش بيأكل بشكل منتظم فكل الحاجات دي علامات سواء أطفال سواء كبار أعرف إن عني مشكلة ولازم أبتدي أتوجه لشخص تاني ممكن إن أنا أتكلم مع أولادي أتكلم معهم واحدة واحدة لو أنا مش قادرة إن أنا أتواصل لازم أتوجه لشخص متخصص يقول لي أعمل إيه في ساعتها طب تفتكري من سن كام نقدر نوجههم إن إحنا نوعيهم أصلا عن التحرش ونقول لهم إيه بشكل أنا بقيت حاسة إن ده محتاجي يبتدي في سن صغير آه طبعا لإن العالم بقى بقى مرعب بصي هو أنا شخصيا بأعمل مثلا قبل ما الولاد عندي يروحوا في الحضانة المدارس المرحلة دي بمعمل لهم زي ساشن توعية اللي هو السن أربع سنين بيبتدي إن هو قادر يسمع ويفهم طبعا إن إحنا إيه الحاجة الجديدة اللي حتخشوها والحاجة الجديدة دي حتلاقوا فيها إيه إيه ولاد وبنات وناس كبيرة وإيه طبيعة الشخص اللي هو ممكن يتحرش بنا ما حدش قاله خالص إن هو لازم ليه طايف معين أو شكل معين ده ممكن يبقى حد غير متوقع تماما ده هما كلهم غير متوقعين يعني دايما بتلاقي الشخص اللي هو الثقة هو ده الشخص اللي بيبقى عارف بالزبط تفاصيلك فأنا دايما بواعي طفلي إن مين المسموح لي إن يعمل إيه معايا مثلا هدومك دي بتغيريها أو ينفع إن انت تخلع هدومك قدام مين ماما بابا ممكن الناني مثلا المسؤولة في الحضانة لكن اللي في المدرسة لأ مسموح لك لما نروح لدكتور لكن ما ينفعش أي حد يطلب منك حاجة ممنوع إن إنت مثلا حد يقولك تعالي أوريكي أنا لابس إيه من تحت ممنوع إن حد يقولك وريني إنتي لابس إيه عشان موضوع متبادل يعني في ناس بزبط في ناس تلاقيها جاية تقولك تعالي بصي الصورة دي في الموبايل فأنا لازم أبقى مععي طفلي إن ما تسمحش لأ ما توعدش مع حد لوحدك ما توعدش لحد يقولك تعالي أوريك حاجة على الموبايل بتاعي أو ما توريني كذا ما تصوري نفسك طب ما تيجي نعمل نروح وقوله كمان بتهيالي لو أي حاجة من دي حصلت لازم تيجي ترجع لي لازم إن أنت تتوجه لي وفهمه يعني إيه مشاعر إن أنا بحس بإيه في ساعتها ساعات بيحصل لنا مواقف بتلاقي إن الطفل كده استاكواقت أنا مش عارف وده معناه إن أنا أمفرود أزعل ولا ده المفرود أعمل كده عشان ما يزعلش مني أو صاحبي يزعل مني أو المدرس يزعل مني أو السواء اللي بيوصّلني كده حيتداق مني طب ما ده قال لي ده سر ما بيني وما بينه فكرة الأصرار دي أنا لازم أتكلم فيها مع ولازي إن فيه سر اللي هو جيد أو سيء يعني إيه طبيعة الأصرار أصلا مش أي حد ما سمحه إنه هو يتكلم معاك ويفتكر إن ما فيه ما بينك وما بينه باندو وهم هتقول لحد أي حاجة تتقلق أصادك لازم ترجع فيها تكلم مع ماما ومع بابا ولازم تجي تقولي أنا دايماً أما فهماه إن أنا للحوائط الأمن ما فيش أصرار علي أنا ده حقيقي ودي أما حاجة فعلاً بالزبط وأي حاجة بتحصل لك أو بتتعرض لها أو أنت ليك أي علاقة بيها أنا من حقي إن أنا بعارفاها واسمحها وأما حاجة أتحكم فيه ردود أفعالي عشان رد فعلي ده هو اللي بنبني عليه بعد كده في حد دل جاي أيها ده حقيقي فعلاً طيب حاجة كمان أنا بحس لما بيكون في حد متخصص في حاجة بيبقى يعني عايز يمشي يخبط كده على كل باب يواعي الناس بيها ده حقيقي وليلي لو أنت في حاجة معينة نفسك توصليها لكل أم أو أب أنا أهم حاجة بالنسبالي بيبقى شايفة إن عايز أولياء الأمور ياخدوا بالهم في الطبيعة السنية دايماً بتاعت أولادهم يعني محدش يجي يتعامل مع حد كبير ويتعامل معها الأساس إنه هو صغير أو يتعامل بالعكس يعني عايزكوا تركزوا في كل مرحلة سنية محتاجين إن إحنا دايماً نقرأ عنها ونتعلم فده هيقلل عصبيتنا إحنا حتى كأولياء أمور وحيخلينا دايماً في تناغم مع أولادنا لما بقى فاهمة هو محتاج إيه في المرحلة دي لما بقى فاهمة هقدم له اللي هو محتاج وهو عايز إيه بس مش كل الناس بتعرف تعمل ده ما وإحنا بقى محتاجين نبقى فاهمين ده الوعي بقى هو الوعي عشان يحصل الناس الترومات بقى اللي بتحصل لجيس بل الزقنات نعالج بقى على كبر تفتكري التربية ليها كتالوج يعني في حاجة اسمها واحد زائد واحد بيسوي اتنين لأن دلوقتي بقى فيه مثلاً ضغط مجتمعي جبار على الأم أنت عملتي أنت كذا فهل فيه كتالوج ولا هو كل حد بظروفه ونفسيته وبئته والحاجات دي بصي هو ما ينفعش أن أنا ماشي الناس كلهم شباه بعض بس اللي أقدر أفهمه أن في بوردرين لاينز أو في عوامل محددة أنا بشوف أنا جوه الإطار ده ولا خارجه يعني لازم أبقى عندي كده حاجات ثوابت أنا ما ينفعش أخرج برا النطاق ده أو النطاق ده ما بقاش أمه متشددة قوي عشان ده بيعمل لي مشاكل ولا أبقى أمه متسيبة عشان ده حيعمل لي مشاكل كل حاجة لها سقفة فأنا لازم أشوف الحاجة اللي أقدر أعمل في إطارها حتى إيمن لو عملنا روتين في البيت عادي أن أنا ممكن أخرج برا الروتين ده أو القاعدة اللي أنا عاملها مرة مرتين تلاتة مش هقول يعني ده حاجة واشة بس ما ينفعش أن أنا متابعش أي قوانين أو قواعد وارجع فأقوله فأقول بقى الدنيا بازل آه دي غصب عني ودي قدرتي ودي حياتي لأ معلش أنا أسفى ده كلام الصحيح ده كلام ده حاجة كفرغة ده حقيق ده حاجة كفرغة أنا محتاجة أكون عندي سقف لكل حاجة وابتدي أن أنا أتعامل في خلال الموضوع ده نفسه طب لو افترضنا أن الطفل مثلا في كل سن بيحتاج حاجة معينة عايزك يتبسطي هولي كده يعني يقولي الطفل من سن كذا لكذا محتاج منك واحد اتنين تلاتة من سن كذا محتاج منك الحاجات الفلونية ممكن تبقى إيه بصي أنا عندي طفلي من أول لما يبقى يوم لحد سن سنتين هو معتمد اعتماد كله على ممتو يعني كل حاجة أنت اللي بتعلمها له فما بتبقيش متوقع منه أن مثلا أنا ساي بلعفش زي ما هو أنا حتى بزاتي زي ما هي هو ابني ليه بيلعب في الحاجة ده بيحط صبوع في التغربة أنا متضايقة منه بلعب جد عشان أنا بيجيني الناس بيعودوا يشتكوا من الحاجات دي ببقى مغهودة اللي هو حبابتي أنت جالك طفل فيه أنت متوقعة إيه ما هو لازم نغير حياتنا وأسلبها يعني يجي من بعد كده السن اللي هو لغاية سن أربع سنين طبيعة الحال أن الطفل بيكون عنيد جدًا 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 مش عند عشان هو شخص أيل الأدب الناس بتيتقول لي ابني أيل الأدب لا هو مش أيل الأدب ما فيش أربع سنين اسمها أيل الأدب أي بقى ولا سنتين ولا تلاتة هو بيبقى عنده احتياجات ومطلبات بيعبر عنها بالطريقة اللي أسهل بالنسبة له إعياط صويت بيخش في تانترمز أو نوبات غضب فأنا بقى لازم متفاهم أن المرحلة دي هتبقى عاملة كده بعد كده بنتي نكبر لغاية بقى من أول سن ست سنين قبل ست سنين دايما بنصنى في المرحلة دي بنسميها كيف مان يعني إيه؟ كيف مان أو الله بنسميها بالمنظر ده إنه هو الطفل مبقاش عنده مخ حقيقي يعني الإيكيو أو اللوجيك عنده بيبقى مش اللي إنتي ببالك خلص مش الكلام اللي إنتي بتقوليه هو بيستقبله لا هو بالعكس بيبقى ماشي وراء احتياجاته الشخصية الأكل والنوم والشرب والحالات الأخصية أنا عايز ايه ومش مهم ما ايه حاجة توانين بالضبط فأنا لدي بقى فاهمة إن الغاية ست سنين أنا بتعامل مع ايه بعد كده سبع سنين ده عندي سن مهم جدا تحسي بقى ايه ده؟ هو أنت كبرت كده إزاي ولا أنت كبرت كده إيه؟ سبع سنين ده بيبقى فيه اختلاف جزري ومفاجئ أنا فاكرة مع بناتي بتخضي بعد السبع سنين بقى شباب وشبات كده في ايه؟ ملكه عشان احنا بعديها بالضبط بسنتين تلاتة بنخش في مراحل المراقة المبكرة فأنا لازم أكون متحضرة ومتهيئة نفسيا لها مرعيبة لو سمت اوه يعني هي مرحلة على قد ما هي صعبة على قد لو أنا فعلا فهمتها حلقة الدنيا بقت سهلة بالنسبة لي وبالنسبة لولادي يعني عشان فعليا هم هرموناتهم بتتغير والأولاد أفكارهم بتتغير والمستجدات اللي في الحياة والحاجات اللي حواليهم فعلا بتغير احنا بقى مختلف عن زمان الموضوع بقى أصعب بكتير جدا يعني احنا زمان كانت ايه أقصى مشاكلنا او ايه أكتر حاجة بنعملها اتلاقي ان احنا كنا غلابة يعني ايوه واكتر مشكلة فعلا عايزة أقولك عليها ان بيلاقي أغلبية الأمهات بتقارن نفسها بولادها او لهم هو انتي كنتي فين وهما فين انتي كنتي عاشت زي اصلا اوه بزبط احنا كنا غلابة فعلا يعني احنا كنت ايه أقصى حاجة بنتعلم منها او بنشوفها ايه لكن هما الدنيا مفتوحة قدامهم هما الالكترونيكس والنات وكل حاجة سهلة كل حاجة كل حاجة كل الوسائل ممتاحة قدامهم وطبيعة الحالة ان هما متغيرين وافكارهم متغير طبعا فانا لازم اتقبل الموضوع ده اكيد الوعي زاد قوي دلوقتي مش هقول الترباط بس بالمشاكل البسيطة يعني مثلا فرط الحركة طفل توحد ولومهاد بقت بتترعب فبقى فيه كده كونسبت ان اي طفل شائي ومهايبر ده يقولوا عليه عنده فرط حركة اي طفل هادي شوية وبطبيعته شخص مش اجتماعي يقولوا عليه ده عنده توحد او طيف توحد ايه او ده حقيقي فعايزاك تقوليلي ببساطة كده عشان نطمنهم فهمها الشعراية الفصلة بين اللي بيبقى كده او هو طبيعي بس عادي انا عايزة قولي حاجة واحدة ومهمة جدا ما فيش اي حد مخول لي انه هو يشخص بير طبيب يعني لا صدقتك لا بلد الالف طبيب الام بتفتح جوجل والله يعني وتشخص وتتعامل على هذا الاساس كمان الوحيد اللي ينفع يشخص حتى ايه من الاخ الصائي انا شخصيا لما حد بيجيلي بقوله انا مش هشخص حد انا ما اقدرش ان انا شخص بني ادم غير الطبيب فقط هو الوحيد اللي ينفع يقولي ان ابنك بعد عدة اختبارات مش مكالمة تليفون ولا انلاين ولا حتى ولا وصف عليه فيش الكلام ده خالص يا جماعة دي بتتعامل اختبارات متعددة لغاية لما بنوصل فعلا ابنك عنده ايه وكل حاجة عنده درجات يعني ايه من الشخص او الطفل اللي هو بيصنف انه هو فرط الحركة او تشتت انا بشوف انا عندي من اول يعني لو انا بجرد بدرج الموضوع عندي منه رقم واحد لحد عشر فيه اللي هو عشرة ده ممكن اديله ادوية لكن اقل من كده ما بياخدش ادوية عادي طفل حركة بزبط ده حقيقي هو طبيعته عاملة كده انتي وانتي حامل كنت بتاكل مسلا سكرات كتيرة فطبيعي طفلك بقى هو عامل كده انتي شخصين كنت عاملة كده فالموضوع عبارة عن عدة عوامل انتي بتعملي ايه في يوم طفلك بيتفرج على الشاشات كتير فهو ده الطفل اللي بنقول عليه ده مش مركز او منطوي او متشتت فيعني في عوامل انا بحتاج ان انا دايما اعمل لها اختبارات فمش كلام جارتي ولا كلام مع احد تاني لا معلش يعني محتاجين فعن حد المتخصص هو اللي صنى في الاولاد ياريت الناس تعمل كده بجد هاخد من كلامك بقى جزء الشاشات تفضل كنت قريت حاجة قبل كده بتقول ان الشورتز او الريلز اللي الاطفال بتشوفها كتير دي بتأثر على يعني ان الطفل مثلا يقدر يتعلم من عشر دقايق عشرين دقيقة بس لما يتفرج على الحاجات اللي هي اقصى حاجة فيها دقيقة دقيقتين استعابه بيقل يعني بيبتدي خلاص ان هم بيبقاش بيستقبل معلومة في اكتر من ده دي حل لها ايه وحاجة مالش اسألك سؤال تاني عشان هم عملين يوري على الوقت ايوه هل ادمان الشاشات ده بيبقى لي علاقة برضو بالتوحد يعني ممكن حد يبقى كويس والشاشات الكتير بتعمله مشكلة ايه الشاشات الكتير بتعمل مشكل لكل الناس كبر وصغيرين او الله اندحقي اه انا ببقى اه عندي المهارات الاساسية في حياة البناء ادمين يعني مهارة التركيز ومهارة الجلوس والاستماع دي قائمة على فكرة ان احنا بنتطورها يعني انا دلوقتي لما بقعد ابني قدام الشاشة قاعد ساعة قاعد ساعتين انا كده المهارات دي بوقف تطورها طبيعة الحال ان الطفل الصغير بيبقى مولود ان هو ممكن يقعد مثلا او يركز او يقعد في مكانه ممكن دقيقتين لتلاتة انا بطور مضاعدة ان هو يعمل حاجة اداية تساعده على التركيز انا لو عطيته شاشة او موبايل فطبيعي ان انا مش هطور عنده المهارات دي فبالتالي هيبقى ما عندهش الحتة دي اصلا موجود فده اللي بيخليه طبعا لا بيركز ولا بيسمع وطاعتنا دي مش شايفك ومس سامعك وطب عنده طبعا صوابات تعالى ايه المرحلة بقى اللي لو وصلنا لها نعرف ان الطفل ده مد من شاشات اه مش محتاجة اكتر من ان هو بس بيقعد اكتر من ساعتين تلاتة قدام الموبايل يعني خلاص كده يعني احنا عرفنا ساعتين تلاتة بس كده يعني هي المشكلة كمان خبر ابيض المحساب اللي بيشوفه اه طبعا يعني لو انا كمان ابني بيقعد بس يسكرال كده ويلف حوالين الموبايل فخلاص انا عرفت ان هو مش عارف يركز في حاجة وعنده الحاجات كتيرة قدامه والمثيرات فعمال يبص عليه هيقلب من حاجة لحاجة حتى ما بقاش بيستفيد اه الطفل الصغير اللي هو لغاية تمن تسعة سنين مايش مسموح لي ان هو يبقى عنده موبايل لوحده وده بتاعه فهو مقتنع انه بقوم منه ما روح امسك الموبايل طب اقدر اسيطر على ده ازاي بقى ان انا ماينفعش اصلا اديله موبايل يبقى ملكه بس ينفع ان انا اخصص وقت في اليوم اوكي ما عندش مشكلة انا اديله مسلا ساعة احجيم للوقت او اديله ساعة مسلا ساعة ونص وابقى عارفة ايه المحتوى اللي بيشوفه لكن هو ما يبقاش حاجة مفيش حاجة اسمها امتلاك موبايل في سن صغير قبل سن عشر سنين قبل عشر سنين اه لا ده رقم الاطفال كلها بقت بتجيب الموبايلات من بدري والله بيقلده اصحابهم ايوه انا لسه بيقولك هو جملة كلهم بيعملوا يعني مش كلهم هو الناس بتقلد بعض بس هو ايه عادي انت حتى لما تيجي تنزل اليوتيوب كيدز هيقولك وطفلك عنده كم سنة من غير حاجة اصلا اللي هو لا ايه ده صغير ده اقل من سن اللي هو القانوني لا مش هنزله اصلا يوتيوب عادي بل اللي هو يعني ماينفعش ده حقيقي احنا ليه نعمل كده في ولدنا ربي يا جماعة ما نعملش كده بجد 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 نورتيني وقفتيني وانتيش متخيلة انا اصلا مبسوطة بالفقرة دي ازاي لان انا من اوائل المتابعين ليكي شكرا والله ومن بدري يعني انا بتعلم منك اصلا مرسي والله شكرا لكي ورجعنا لكم بعد الفاصل بفقرة لذيذة وهتستفادوا منها وتهم كل ستة او بنت عشان احنا هنتكلم عن عالم التجميل والسكينكار عشان تعرفوا ايه المناسب ليكو والجمالكو وكل بنت وستة بالنسبة لها شكلها هو جزء كبير من ثقاتها في نفسها وراحتها النفسية يعني احنا من اول نظرة في المراية كده الصبح بنقدر نحس اذا كان اليوم ده هيكون حلو ولا لا النهاردة هنفتح موضوع الجمال والعناية بالبشرة وهنعرف ازاي نقدر نخلي شكلنا دايما في احسن صورة معنا النهاردة خبيرة التجميل والجلدية والليزر الدكتورة شريهان ابو علي اهلا بيك يا دكتور نورتيني اهلا بيك بنوراني النهاردة اول حاجة كده انا عايز اعرف ايه الحاجات اللي ممكن نعملها في البداية قبل ما نتجه للحقن او لاي حاجة نقدر نعمل ايه يحسن جودة البشرة وانتاج الكولوجين الحاجات دي هو مبدئيا كلنا عارفين انه الجلد ده اكبر عضو في الجسم وانه هو مراية الجسم المراية لكل مشكلة ممكن تحصل داخليا انه لو في نقص نقص فيتامينز نقص يعني معادن نقص او مرض معين اول حاجة الاسف بيزهر عليها هو الجلد فاحنا محتاجين نفهم البنات الصغيرين اللي لسه بدئين حياتهم واهتمامهم بنفسهم وبشرتهم انه مهم جدا جدا نهتم بالداخل جسمنا ونهتم بصحتنا مش بس نهتم بجلدنا خارجيا ومن جوا احنا مهملين يعني لازم نبقى متأكدين ان احنا بناكل اكل صحي متوازن بنحمي جسمنا من جوا وبنحمي جلدنا من برا علشان نحافظ على الكولوجين هو احنا اتولدنا بكمية كولوجين معينة وكمية يعني بستورج معين بصمال المؤثرات الخارجية بنفقدها طبعا حتى لو مش مفيش مؤثرات خارجية وعايشين في بيئة صحية في ريش نعيني 24 ساعة برضو حنفقد وحنكسر يعني حاجات خلايا كتير في كسمنا هتتكسر وحتتتأثر فاحنا محتاجين انه الفقد يكون قليل محتاجين ان احنا نحمي بشرتنا طول الوقت من اثر العوامل خارجية زي الشمس التلوث المشاكل الفقد الأمراض كل ده مهم جدا جدا طب دلوقتي في اطفال مش هسميهم اطفال في بنات صغيرة بقت اول ما تحس انها كبرت تبقى عايزة تتجه بقى العالم التجميل يعني تلاقيهم بنات عندهم 16 سنة مثلا دول نعمل معاهم ايه؟ دول مش اطفال طبعا دول مش اطفال بالعكس من سرن 16 سنة بنبتدي نشوف ان احنا دخلنا في مرحلة المراقة مرحلة الاهتمام بالنفس مهم جدا جدا ان احنا بس نتوجه صح لكن هو صحي جدا جدا لنفسيتنا ان احنا نبتدي نشجع البنات او لنفسيتهم ان هما يهتموا بنفسهم من الصغر انا مش بتكلم عن الاهتمام والسكنكير انا بتكلم اني بشوف بنات صغيرة عايزة تحقن هل ده صح؟ لا طبعا هو ممنوع طبيا ان احنا نتدخل اي تدخل غير طبي الا اذا كان فيه احتياج طبي عنيف لحاجة زي كده لكن قبل 18 سنة مش مش مسموح ابدا ابدا بعد 18 سنة بنبتدي نتعامل مع الشخص بان هو بقى قدلت ونقدر نعمل معه اللي احنا عايزينه واللي هو عايزه لكن قبل كده احنا ممكن نحافظ ممكن نوجه ممكن نرشدهم ازاي استخدمه كريمات طبعا مهم جدا ان يبقى فيه غسول فيه كرام اه طبعا فيه حاجات بس موضعية وخارجية طبعا طب من سن كامل بنت تقدر تعمل ده؟ حقن من سن 18 سنة اوكي بس الليزر والاهتمام الخارجي بالبشرة زي الفيشيلز السكين كاروتين لا من سن 12 سنة لازم طبعا اه طبعا طب الحاجات دي بدري ممكن تساعد الوش ان هو ما يعجزش اكتر ولا ممكن اكيد اكيد طبعا كل ما نبتدي هو عكس الشائع انه فيه ناس لحد مثلا من خمس سنين فاتوا كان بيتجيدي مثلا حد في الكلينك تقولي اقول لها انت بحتاجت حقيني بوتوكس تقولي لا انا لما اكمل خمسين سنة هبتدي احقين بوتوكس لا هو ما بقاش موضوع ده كده خالص حيبقى الموضوع باز اصلا عكس خالص ان انا احتاجت او مجرد ان انا بدأت احس ان انا بشرتي بحتاجها لازم ابتدي لان كل ما هبتدي بدري كل ما هيتأخر زهور مشاكل تانية وكل ما هفز على اللي باقي من ايوة يعني هقلل الفقد طبعا بشرتي مش هتستهلك اكتر بالعكس انا بعوضها بمواد تحافز عليها مدة اطول وبرضو دلوقتي نقدر نشوف اللي بدأ بدري شكله عامل ازاي واللي بدأ متأخر شكله عامل ازاي حاجة كمان احنا من كتر الضغوطات والصهر والقهوة يعني عادتنا اللي هي اغلبها غلط بس بقى معظمنا وشه شاحب هالات سودة بقع تصبغات الحاجات دي بتبقى ايه حلولها هو ده اسمه فقد النظارة ده اسمه فقد النظارة يعني النظارة الجلد هي عبارة عن انه وش يكون مش شاحب العكس انه هو يبقى فرش يبقى بيلمع مشدود مفيهوش بقع مفيهوش تصبغات شكله منور مش باهت وشاحب الدورة الدموية فيه منتظمة وشكلها يعني الدم رايح جاي كده واخدودنا شكلها صحي ونضر هي دي اسمها النظارة فهو اول حاجة طبعا لازم نهتم بفيتامين سي نازم ناخد ناكل المكونات الغذائية اللي فيها الغنية في فيتامين سي لازم ناكل بروسين برضو لان الكولوجين وكل المواد اللي جسمك محتاجها او جلدك محتاجها للنظارة هي عبارة عن بروتين فاحنا لازم نهتم بالبقوليات بالبيض بالمواد الغذائية اللي فيها بروتين كويس لازم طبعا نحمي بشرتنا من الشمس من اثار الاجهاد زي ما انت قلتين نقل الاستراس نقل الاجهاد نقل الصهر نقل القهوة نقل البحدلة في نفسنا على قد مشكلة اول موضوع ده بقى صعب فعلا بس لو ده صعب خلاص احنا ممكن بس نحاول نحافظ على بشرتنا من خلال ان احنا يبقى فيه لازم مرتب يومي ومرطب ياريت يكون يبقى فيه روتين ثابت طب وللنا روتين بقى مش بالبرودكت طبعا يعني قوليلي لازم الست او البنت يبقى فيه مثلا غسول فيه تونر فيه مش كل الناس عندها المعلومات دي او لازم طبعا يبقى فيه غسول وغسول مناسب لكل بشرة هم انواع البشرات مش كتير حمد الله فمش هنطلق بات قوي انا بشرت دهنية او جفة فلو انا بشرت دهنية لازم استخدم غسول للبشرة الدهنية ويكون بيجفف شوية البشرة علشان امنع او اقل الزهور الحبوب والبثور والمسام الواسعة لو بشرتي جفة يبقى لازم استخدم غسول فيه نسبة ترتيب التونر مهم برضو لو انا عايز اقفل المسام لو انا بشرتي دهنية لو انا بحط ميكب بشكل يومي وانا طبعا ما بنصحش خالص ان احنا نحط ميكب بشكل يومي عمال على البطال لان ده بيهلق جدا بشرتنا بسرعة وخصوصا البنت الصغيرين اللي بيروحوا الجامعة الميكب يا جواني متحولش للجامعة مش محتاجين تعملوا كده بالعكس الميكب اتعمل للمناسبات معينة وخاصة فان احنا نفضل كده يعني طول الوقت احنا بنعجز نفسنا في علام مالي. بنهلك البشرة بدري جدا. بنفقدها كل حاجة بدري جدا يعني. بس احنا ممكن نحط sunblock ممكن نحط فيه نسبة tint اللي هي مثلا كأنه فيه نسبة foundation ونحط حاجات بقى خفيفة كده. الحاجات خفيفة. البابي كريم الحاجات البسيطة. بالضبط. الحاجات البسيطة يعني اللي نقدر نتعايش بيها في الجامعة ونبقى مبسطين بشكلنا. طبعا الاي كريم مهم جدا وخصوصا ان اكتر واضعف منطقها في الجسم. العين. في الجلد هي حوالين العين وحوالين الفم. الجلد هنا رقيق جدا نقص الدورة الدموية بيأثر عليه بسرعة. السهر والاجهاد بيأثر عليه بسرعة. التلوث بيأثر عليه بسرعة. فاحنا محتاجين حسن يبعمل نص الحاجات دي. يعني عمالة تقولي البوينت سوى ما لقول ما شاء الله بصهر. بشرب قهوة مجهدة. لازم نستخدم كريمات بعد. يعني في اواخر العشرينات. لازم نستخدم حاجة تكون فيها في حوالين العين البشرة. لازم الهيلولانك اسد ده أساسي. هل الهيلولونيك اسد مناسب لكل انواع البشرة؟ هو الهيلولونيك اسد ده مكون من المكونات الأساسية. اوكاي. لوجود النسبة كولاجين مناسبة في البشرة. يعني ذي بالضبط للسبت والميت، كلما минسوب الميت بيع brutally الوي كلما السمك مزيد. كلما منسوب بيقل كل ملسمك بيبقى. طب هل استخدام ولا هو? هو احنا بس ندور على كريم دايما يكون يومي يكون ينفع بالنهار او بالليل على حسب طبعا كل واحد يعني بتاعه عايز يعمل بي ايه. انا شخصيا بحب الكريمات بالليل ما بحبش بالنهار لان طول النهار ببقى خارجة. بزبط فكل اللي بقدر اعمله ان انا احط ساملوك واستعادة من غسول مناسب بالنهار وبالليل احط بقى كل بتاعي. ايو. هلنوعني كأسد مهم الريتينول مهم جدا جدا جدا. وخصوصا برضو فترة العشرينات لانه بيقلل زهور التجعيد والمسام والحبوب والتصبغات. فلازم نبقى مهتمين ان يبقى عندنا ده وده او حاجة فيها الميكس. حاجة فيها الاتنين مع بعض. وده موجود كتير جدا وبرندات ومصري وبجد بجد تحفة ونتائجها خطيرة. طب من اكتر الحاجات اللي عملت طفرة الفترة اللي فاتت كتلسكين بوستر. اه. انا عايز اعرف انواعها وبتشتغل ازاي. يعني احنا عارفين ان الدرما بان بتشتغل ازاي. لا. السكين بوستر بقى بتعمل ايه بتخلي الوش فجأة منور ونضر. فعلا هو عامل طفرة وتفرة كبيرة جدا جدا في عالم التجميل. حقيقي ناس كتير جدا بطلت تحقن فيلر وبوتوكس وخصوصا في السنة الصغير. لان احتياجهم للسكين بوستر اه بقى اكتر بكتير من احتياجهم لان هما يرمموا جلدهم تاني. وخصوصا في السنة الصغيرة في بداية العشرينات. اه. فقد الترتيب. فقد النضارة. اه. ظهور تجعيد مبكرة. ظهور تصبغات في الوش بسرعة. ظهور مسام واسعة. او حتى ممكن كل ده ما يبقاش موجود. بس في حد ممكن يدخل علي تقول لي بصي انا كل مشكلتي ان انا اي حد بيشوفني الفترة دي بيقول لي. انت شكل ايه. طب هو بيشتغل على اي? يعني بيشتغل زي? هو بيشتغل على ترتيب العميق. يعني هو بيرتب طبقات الجلد العميقة جدا 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 من خلال احنا بنحقن المادة الأساسية بتركيز عالي جدا في وجود الكولوجين. الي هي الهيلورонic acid. اوكي. زي ما قلنا كل ما الهيلورونك acid بيزيت في البشرة كل ما التكوين الكولوجين بيزيت في البشرة. بيبقى اكوا؟. فكل ما بنحقن هيلورونك أسد اكتر كل ما البشرة بتبقى مشدودة الاستيك او مارنة مترطبة شكلها بيلمع بتنور كده زي صامرة كده وقات من على الشجرة زي طفاحة مثلا كل ما بيعدي عليها وقت بعيد عن الشجرة كل ما بتفقد الترطيب فبتبهد بتجعد هيا دي نفس الفكرة بالزبط فهيا بتركز الترطيب اكتر طبعا في استن الصغير بقى محتاجين دلوقتي ان احنا نعمل هيلورانيك اسد مثلا زي سكين بوستر بس معا مواد تفتيح ده موجود لسان المعين زي مثلا غلوتس هيون فيتامين سي ساكسينيك اسد على حسب كل حالة بقى لها سكين بوستر بتاع في حوالين العين سكين بوستر في للايد سكين بوستر في للاماكن الحساسة سكين بوستر في لالجسم سكين بوستر اوكي يعني هو زي تأشير حاجة بس هي مش بس بتعالج من بره هي بتصلح اللي جوه هي بتصلح بالزبط اللي جوه هي بتعالج التكسير اللي حصل في جزيقات البروتين او الكولوجين من داخليا وكمان بتزود الترتيب فهي فعلا فعلا بتزود او بتعكس عملية التكسير اللي بتحصل جوه الجل بشكل مختلف يعني بتخليها جزيقات تاني وتاني كل الناس تقدر تعمل للاسكين بوستر صح؟ مالوش مثلا اضرار معينة نهائيا او اي سايد افكت معينة او سن معين اي حد لأ يعني برضو بنبتدي نتعامل من 18 سنة اه لا انا مش قصدي على الصغيرين انا قصدي ان يعني اي بشرة واي سن من بعد 18 طبعا مناسب لها جدا 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 طب انا سمعت عن تقناية تانية زي الاسكين بوستر بس متعدلة اسمها الاكزاصم استقريبا الاكزوزومز الاكزوزومز اه الاكزوزومز دي هي برضو تفرف عالم التجميل وما ديم بيقولوا عليها دايما وانا كان جوايا سؤال يعني ايه دايما واحنا الخلايا بتتجدد بتتكسر طبعا بالزبط فقا يعني ايه بقا هي كلمة يعني مجازية هي مش دايما طبعا مفيش ياريت طبعا اكيد ده انا حسيت ايه ده ده هيلة هي اسرع في انك تشوفي نتيجة ويعني واطول في الفاكت شوية لان انتي بتحطي المواد اللي هي الاسكين بوسترز او الموجودة جواه الاسكين بوسترز في جزيقات صغيرة جدا جدا بتقدر توصل للقلب بتاع الخلايا نفسها اللي هو الدي ايه فعارفة هو الاكسوزومز يعني موصلات او مسينجرز او رسل من الخارج للداخل بتاخد المواد وبتقوم زرعها جواه الدي ايه وخرجها تاني هاي فكرة النانوزومز والاكسوزومز والطفرة العلمية اللي حصلت في كل انواع الادوية مش في التجميل بس بس احنا عشان التطور عندنا سريع شوية ومصروف عليه اكتر فبتلاقينا احنا اول ناس بتتكلم عن كل الكلام ده طب فيه سيدات بتوصل لمرحلة هوس التجميل يعني كل ما يخلصوا حاجة لا انا حاسة هنا في حاجة متغيرة لا اعايز اعمل مش عارف ايه بتتعاملي ازاي معاهم والله على حسب طبعا فيه ناس بتبقى محتاجة تشوف نفسها بيرفكت طول الوقت ما هو ده بيبوز اكتر من ان هو يعني لو هو هو هوس مش في مرحلة الهوس مش في مرحلة ان انا بعد اللعيب او بصلى حاجة له انا طبعا دولي كطبيب التجميل لان انا اوجه صح مش عامشي على اهواء الكلاينز او البيشنز يعني مش اللي هو كل ما تيجي تعملي حاجة اعملها لك طبعا مستحيل اه طبعا فبيرجع بنرجع بنقول لا بلاش ربنا ما خلقناش بيرفكت لحكمة طبعا هو قصدها فاحنا مش هينفق احنا بقى نتدخل ونبقى يعني على المسطرة والشعراية كده مستحيل احنا اصلا فكرة ان احنا نص وشنا او نصينا مختلف ومره شفت صور لو جايبين الشخص بيرفكت بالمسطرة هي بموزعج جدا وحش يعني بحيس في حاجة غلط فحتى الاختلافات هي فعلا ميزة جمالية هو ربنا خلقنا قصد كده فالنصين والتحمنا فمستحيل نبقى شبه بعض وشيس مش وحش بس ان احنا نهتم بنفسنا بس في ناس حرفيا بتجيلي كل اسبوعين احنا عايزة تحقن حرفيا كل اسبوعين بعض الناس كتير يعني فيه ناس كده بس طبعا لا بيبقى فيه شوية يعني كنترول فارمالة لازم طب سألك سؤال تاني لو حد عايز يحقن حوالين العين الناس كتير قوي بتخاف من المنطقة دي بالذات ايه بدايل الحقن هل فيه بدايل اصلا لا هو هي درجات سلم ما فيش حاجة اسمها بدايل درجات سلم كنت سمعت عن الخيوط تقريبا اللي بتدوب بعد كده مع الجلد كنت شفتها بس ما عنديش معلومات كافية عنها بس طبعا يا درجات سلم يعني انا في مرحلة ما ممكن المشكلة تتعالج بكريم ما ينفعش يعني اروح اعمل بس لو ممكن المشكلة تزيد اكتر تبقى عايزة سكن بوستر ممكن تبقى بعد كده ممكن خيوط ممكن شد جراحي دي كلها درجات فما ينفعش اللي محتاجة شد اقول لها كريم واللي محتاجة كريم اقول لها شد على حاسب هي محتاجة ايه الخيوط مش احسن حاجة طبعا لان هي مش مش بتوعد كتير ومشاكلها واضرارها اكتر من افعها وليزم حد يكون سوبر بروفشنال عشان يكون بيعملها بشكل امن يعني وكمان لازم يبقى واثقين من تصنعها ومصدرها فهي مش مش احسن هي تقنية مرعبة بصراحة بالنسبة لي لا هي مش مرعبة وكمان مش منتشرة هي اسهل في فكرة الحق هي سن معين ولا لأي سن زي ما ينفعش مثلا انا بقى في التلاتينات وروح عمل شد بشرة اه طبعا فنسوات مفعشة بقى في الستينات وروح اعمل اسكين بوستر واعتمد على انه يشدلي جندي ايو ايو دي درجة ودي درجة ولازم نبقى متفاهمين ويعني موجهين صح لازم كل شخص وقال لنا يا دكتور اجدد الحاجات عن البوتوكس والفيلور انا بحس الحتة دي بالذات كل شوية بتتطور الناس كتير قوي فاكرا ان الفيلر ده معمول مخصوص علشان يملى وينفخ والحقيقة انه اه في الزمن ده ما بقاش كده خالص بقى الفيش الفيس كونتورينج وال والفول فيس اه او ان احنا نعمل اجراء كده نحسم بيه شكل ومظهر وزوايا الوجه بالفيلر من غير ما نعمل اي امتلاق هو ده ترند دلوقتي اوكي حد يبقى عامل الفيلر ممكن عمل عشر سرنجات فيلر وشكله طبيعي جدا ولا مستحيل تتخيل انه هو حقن اصلا ايه ده موجود وكتير وهو ده ترند دلوقتي بس بنزبط بقى بيه زوايا ابعات معينة الفرق ما بين كونتورينج مسلا ده نول من الوش الزاوية بتاعة الفكين الكل بقى منطقة في الوش ممكن تتحسن بالفيلر من غير ما نملى ولا نبين بالعكس كمان ده فيه ناس بيبقوا الشهق كبير او ممتالك بتلوقتي بتقلل بقينا بنرسم بيه الوش عشان نرفعه ونديله شكل يعني باير اكتر انه هو سلم او رفايا بجد يا دكتور نورتيني وقفتيني وشكرا لكي بجد مرسي كانت فكرة جميلة شكرا يا دكتور شكرا جدا ودي كانت نهاية حلقتنا استنوني الاسبوع الجاي يوم الاثنين سبعة ستة